انا اسمي مالك عمر عندي 13 سنة بدرس في مدرسة المؤطم في سنة تاني عدد انا ببيحسن دوتشات في المؤطم في شارع 9 قدام جنيفة الاندرس الموضوع بدأ معان انا اخدت قرار لوحده بعد كده استشارت طبعا مما وبابا بابا مكنش موافق بس امامتي رشحت الفكرة عشان هي عارفة ان انا ممكن هتعامل في الشارع وبابايا برضو يعني لما لاني هو عافجة بناس كويسة الحمد لله وافق يعني كده قل ليه كدت القرار ان انت تشتغل وانترسة حول 13 سنة في وقت فراغ بيبقى كبير قوي في حياتنا فممكن نستغله بحاجة جديدة ممكن اعمل حاجة جديدة ممكن مش كله الاطفال ممكن بنزني ان انا ممكن انزل في المكان دا بالذات فانا انا كمان مش بابقى بين الاسطال Parks مش نضيف لازم نروح الاترمى بنروح حاجة بقول اكل لازم احد القرار انا على نظافة عاليه في المكان كوية ايهhnlich كان نظفة الشيء والاكل وكده مثلا كيف فهيتا بسم الله في صندوقتك فهيتا وفي تاني كبدا وفي سجوء وفي بني اواردهم اللي حضرات حتى اواردك الكبدا قول الحكات دي بالله بتعملها في الديس اه شنين اللي بيعملها مامتك انا ايوه ايوه بقول لي اعند شاطر ما شاء الله في الاكل اوي اه بحب بعمل الاكل كتير مثلا دي انا بحب بعمل الكبدا دين بيبقى في طريقتها الاصلية يعني انا عارف طريقة الكبدا اصلا عارف كل وصفات الاكل من مامت مامت كنين اه انا ببدأ يومي الساعة عشرة اه ازاي بقى بتعملي بداية اليوم كناش بداية يومي خالص دي انا بقى بيبقى البليه هو دول بابدأ يومي مثلا من الساعة عشرة هلازمها نظف ساعة هلازمها الاصلية والصلي الصبح وبعد كده بقى يبتدي امسك التلفون بتاع تفرج على التلفزيون بفكر اه اه ادعبش انا واوختي وبعد كده منتني ان ازل ايبيت لحاجة بتاع الشوية بتاعت انا وارجعت وكل الساعة جاءت تلاتة استراها اهلا حد الساعة 4-4 ونص نبتدي نعمل اقاك وابدع انزل من الساعة 6 بقف من الساعة 6 وربعة للساعة 10 ونص 11 من ليه؟ ها لا عشان اعرف جنب الناس يعني بيزاعديني في كل حاجة مش بيخلييني محتاج حاجة بشكل كبير جدا فانا ده حاجة مريحاني منتساعدان كتير ربنا كرمني كرمني وساعدني ان انا يبقى حاجة حلوة والناس يجي تصور معايا وفرحني وانا ما يفعش يأثر في عبادته ما يفعش مشكروش لازم اشكروه عشان يزدني بس فانا لازم اصوله ادعي ربنا احمده في كل وقت وفي كل حين الحمد لله شكرا 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 بيبقوا فرحانين مني ان انا مثلا في ناس بتبقى هرانفة بتبقى ايه انت مالك انا عارفك وبيبقى عارفيني عن انا عارفة يعني ايه انا شخصيا بيبقى الناس الغريبة بيبقوا استغربين ممكن الناس تبقى لا في ناس ده مش بتبقى عارفة ايه اللي هنا مش بتبقى عارفين ايه اللي جوه هده بيبقى عارفيني اللي جوه ده اه ممكن ميبقاش عارفين اصلا ان انا ببيع حاجة فلازم يبقى عندي الجرقة شوية ان انا اقول للناس اتكلم مع الناس اعرض الحاجة بتاعتي على الاشخاص اني بيبقى الشارع اه لا الحساب ممكن بشكل مش كبير قوي حاجة كده ممكن اعرف احسب شوية عشان انا مكنت شاطر قوي في الحساب بس لما تيجي اسلا تحسب فروس لا تبقى كويس والباقة في التلام والمواملة مع الناس اللي حصلة ده اللي انا اتعلمت لحد دلوقت بس شكرا